السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سنتعرف على الاختلافات في الحب بين المرأة والرجل وأنا أريد منكم بعد انتهاء الفيديو أن تكتبوا لي في التعليقات ما هو الاختلاف الذي ستلاحبه بينك وبين شريكة حياتك أو شريك حياتك إذا كنت من المتابعات للفيديو وقد يكون هذا الفارق أو الاختلاف مميزا بالنسبة لك من يقع في الحب بشكل أسرع؟ المرأة أم الرجل؟ من الشائع بين الناس أن المرأة بطبعها العاطفي أسرع من الرجل في الوقوع في الحب لكن العكس هو الصحيح فبالنسبة للإحصائيات والدراسات التي أجريت في هذا الخصوص فإن الرجال هم من يطورون المشاعر ويقعون في الحب أولا طالما أنه أعجب بها فيميل الرجل للوقوع في الحب بسرعة أكثر إنما النساء أكثر حذرا من الرجال هنا يبحثنا عن الشريك الأفضل والأنسب لمستقبل العلاقة بهدف الارتباط والزواج والإنجاب وليس فقط للتمتع بعلاقة لفترة من الزمن ومع ذلك فإن النساء تخسرنا في الحب والعلاقات بمعدل أعلى من الرجال النقطة الثانية الرجال أكثر عفوية بينما تعتمد النساء على العقل صحيح أن النساء عاطفيات لكن في نفس الوقت يفكرنا بعقلانية في علاقاتهن فيمكن للمرأة أن تنغرم بشخص لم تكن متحمسة له في البداية أو لم يعجبها في المرة الأولى التي قابلته بها في حين أن هذا الأمر مختلف عند الرجال الرجل يحتاج إلى الإنجذاب للفتاة في البداية سينظر لملابسها ومظهرها الخارجي وإذا لم تعجبه فلا يمكن أن يحبها للآن ولا فيما بعد طبعا هذا لا يعني أن المرأة لا يلفتها المظهر الخارجي إلا أن الرجل يعتمن عليه للوقوع في الحب الرجل يقول أحبك في البداية يبدأ الرجل بقول أحبك في البداية وقد يقولها لمرة واحدة فقط عندما يشعروا بها في حين أن المرأة رغم أنها تقولها متأخرة إلا أنها ترددها باستمرار وقد وجد الباحثون أن هذه العبارة قد تعني الكثير للنساء أكثر مما تعنيه للرجال بشكل عام فقد وضعت النساء عبارة أنا أحبك في أفضل عشرة أعمال رومانسية تطلبها من الرجل وهناك أيضا شيء يسمى اختلاف الاحتياجات عندما تصبح العلاقة مستقرة في الحب ترغب المرأة في قضاء كل أوقاتها مع حبيبها ولا تتركه أبدا في حين أن الرجل يميل إلى العزلة والبقاء بمفرده من حين إلى آخر فيلجأ إلى قضاء بعض الوقت بدون شريكته وهذا ما يدفع الكثير من النساء للشعور بالغيرة أو الشك في حبه اتجاهها وبما أننا نتحدث عن الشك فلماذا لا نناقش هذا الأمر من ناحية الفرق بين المرأة والرجل في الواقع إن المرأة هي الطرف الذي يميل أكثر إلى الشك لديها دائما هاجس الخيانة أو الإهمال ودائما تبحث عن الرجل الصادق والمخلص ليكون شريك حياتها بينما الرجل لا يعتبر شكاكا بشكل عام بل على العكس إنه الشريك الذي يثق بالحبيبة دائما وبوقت سريع في إنهاء الحب هذا بالنسبة للرجل والمرأة فالمرأة تجد في الرجل الذي تحبه اللجوء العاطفي والحنان والسند الذي تتكئ عليه وتحتمي بين ضلوعه أما الرجل فالحب بالنسبة له هو علاقة تقوده لإشباع مشاعره وحاسيسه وتوصله إلى المتعة والسعادة من المستمع ومن المتحدث؟ الرجل يحب أن يكون مستمعا لحبيبته كثير من الرجال هم مستمعون رائعون ما خلى بعضهم طبعا ولا يحبون أن يحدث المرأة في كل الأمور بشكل عام في المقابل فإن النساء متحدثات بارعات ولهن فنون في الأحاديث تحب المرأة سرد ما حصل معها خلال النهار لحبيبها وهو يحب سماعها في أغلب الأحيان تحب المرأة الاهتمام بالرجل وتعطيه مساحة واسعة من حياتها فتهتم بشكل دقيق بكل ما يتعلق به فتراها تهتم بملابسه بعطره بمعرفة زملائه بأدق تفاصيل حياته بينما الرجل لديه أولويات أخرى يعتبرها أكثر أهمية من ضمنها العمل طبعا ليس لديه وقت الكافي للاهتمام بالمرأة عن كثب ولا يحب الخوضة في التفاصيل الصغيرة أصلا التفكير في المحبوب بنظركم من يفكر بالحبيب أكثر؟ قبل أن أجيب أكتبوا في التعليقات برأيكم المرأة تفكر في زوجها أكثر أم الرجل يفكر في زوجته أكثر؟ إذا وضعت الرجل والمرأة العاشقين في نفس الظروف وانتظرت لترى من سيفكر بالآخر أولا ستكتشف بأنهما يفكران ببعضهما البعض في نفس الوقت وبنفس اللحظة والقوة لكن المرأة تكون أكثر عاطفية في هذه الأمور وتسارع للتواصل والاجتماع بالحبيب وتنجرف بسرعة وراء عواطفها الجياشة وتستسلم لقلبها بينما الرجل يكون تصرفه عقلانيا يفكر بها كثيرا لكنه يترك الأمور تسير ببطء بدون تهور أو اندفاع فيكون بذلك قائدا ممتازا لقلبه العاشق ماذا عن المسامحة؟ الرجل لا يستطيع أن يكون متسامحا إذا أخطأت المرأة بحقه وليس لديه القدر على التسامح وحتى إن قبل أن يسامحها لكن لا يمكن أن ينسى الخطأ الذي ارتكبته الحبيبة مهما طال الزمن ودائما يعيد تذكيرها به بينما المرأة تلك التي ينبع منها الحنان فتكون لديها القدر على المسامحة ونسيان كل الأخطاء التي قام زوجها بارتكابها بمجرد سماع كلمات اعتذار وألفاظ جميلة وعبارات غزل طبعا الطرفان يحبان الاهتمام بالمظهر الخارجي والتركيز بشكل كبير على النظافة والترتيب والأناقة فالمرأة تحبه جذابا ومنظم الهندام لكن لا يهمها المظهر الخارجي بقدر شخصيته وحس الفكاهة لديه الذي يجذبها وينسيها أن تبقق في بعض التفاصيل الخارجية أما بالنسبة للرجل فهو يعشق الفتاة الأنيقة والمرتبة بشكل لا يوصف وتهمه جدا النظافة الشخصية للمرأة امرأة كهذه يمكن أن يقع بحبها من أول نظرة وقد ينفصل عن علاقة ما ويتخلى عن الفتاة إذا أهملت نظافتها ومظهرها الخارجي نأتي الآن إلى النظرة المستقبلية للعلاقة الرجل يرغب أن ينظر إلى علاقة أكثر جدية مع الفتاة التي يحبها فيفكر بالارتباط والخطوبة والزواج في المستقبل والمرأة تفكر بطريقة متقاربة مع الرجل لكن باختلافات بسيطة فالمرأة تواقة للزواج والإنجاب أكثر من الرجل وذلك طبعا يعود لخوفها من التقدم في السن وانعدام القدرة الإنجابية مستقبلا وأيضا الخوف من ردة فعل المجتمع والعادات والتقاليد التي اعتدنا وتربينا عليها ونحن دوما فخورونا بها ماذا الآن عن نقطة نسيان الحبيب من ينسى حبيبه أولا المرأة أم الرجل؟ من الصعب على المرأة نسيان الحبيب الماضي بعد إنهاء علاقتها معه فهي ستتألم لأيام كثيرة ولن تفكر بالارتباط لوقت طويل حتى يحين موعد استجماع نفسها من جديد بينما الرجل من المؤكد أنه سيتألم هذا طبيعي لكن كونه لديه انشغالات أكثر فسيكون نسيانه للحبيب الماضي أسرع وأسهل ومن الممكن أن يلجأ لخوض علاقة جديدة مع امرأة أخرى في وقت قصير في النهاية الفروقات تكون نسبية ومتفاوتة بين الأشخاص فإذا لم تنطبق هذه الفروقات على ثنائي ما فهذا وارد بطبيعة الحال ليس بإمكاننا الإنكار أن هناك تأثير قوي للتربية والجينات الوراثية وما يتعرض له الفرد في حياته من صعوبات أو صدمات كلها تؤثر على اختلاف سلوكيات الأفراد وردود أفعالهم وتلعب دورا هاما في حياتهم وشخصياتهم اكتب لي عن رأيك فيما سمعت وشاهدت للتو ولا تنسى دعم القناة بالضغط على أزعار الشير واللايك والاشتراك وكذلك كتابة التعليقات أسفل الفيديو والضغط على زر الشكر لتقديم الدعم المالي وتمكيني من المواصلة في تقديم حلقات أخرى حتى ذلك الحين أتمنى لك حياة سعيدة وأوقات مليئة بالعواطف الصادقة السلام عليكم